السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلعت الحكومة الموقرة اللاشريفة من اولهم الى اخرهم حرامية صراق سفلة نهبوا العراق نهبوا البلد وكل ما نشترك بالعملية السياسية هو موافق الهم هنانا الراتب هتو شوفونا هنا الراتب 438 وثمانية وثلاثين عندي سلفة انا وهنا الراتب 365 قالوا الجماعة قالوا انه الراتب اللي اقل من 500 ما ياخذوا من يمنا هسا ياخذوا من يمنا اثنيا اذا هم كانوا شرفاء احنا ناس بسطاء متقاعدين استلمنا سلفة السلفة ضربوا علينا المليون ربحة 500 يعني فوق الربة اذا هم شرفاء والحكومة شريفة وحدها مخابط الله تنزل من نسبة الربة اللي خذوا من يمنا السياسيين اللي حاطين فلوس الحج وفلوس النفط وفلوس المنافذ وفلوس الطيران ويشتغلون بها على الشعب يطونك المليون وخمسمية لا دين هذا يا مذهب يا شريع يا إنسانية والله ما تستحون وغيرها ما عدكم والله لو كان عدكم غيرها لا استحايته بس أنتم ما تستحون ما تستحون وغيرها ما عدكم وناس لا عدكم دين ولا عدكم ولا عدكم إنسانية أصلاً لأنه الإنسان إذا نجرد من الإنسان يصبح حيوان أنتم وأولادكم تتونسون بالخارج هاي لتلاثمائة وخمسة وسبعين إذا أطيها لابن عمار أو ابن العامري أو حمود ابن المالكي بالخارج أو ابن أي واحد مسؤول يرضى أطيها لبانزين مع الجكسارات اللي يروح ويجي بهن نعلط الله عليكم ألف نعلط الله عليكم ألف نعلط الله عليكم وعن راضيكم وعن ينتخبكم واللي يقبلكم بالانتخابات والله والله اللي ينتخبكم ويدخل بالانتخابات غير ما عنده شرف ما عنده لأن أنتم ناس ساقطين ناس حرامية ناس إجيتم من الخارج لهابين لهابين وأنا أشكركم وأرجو المشاركة خلي يشوفون مو يقولون الأقل من خمسمية ما يستقطع هل يستقطعوا قل شوف شكرا لكم